يوم الحد اللي فات وإحنا في أجازة البرنامج توفيت لرحمة الله المطربة الكبيرة شريفة فاضل توفت قبل أيام من مناسبتين المناسبة الأولى هي اليوم العالمي للمرأة اللي احنا النهاردة أو العالم كله بيحتفل به النهاردة 8 مارس المناسبة الثانية اللي هي بكرة 9 مارس يوم الشهيد واللي كانت طول الوقت بتكون مساحة لأنها تسترجع ذكريات ابنها الشهيد سيد السيد بيتير اللي استشهد في حرب أكتوبر 1973 وغنت له شريفة فاضل الأغنية الرائعة أنا أم البطل هذه الأغنية كتبت كلمتها الشاعرة نبيلة أنديل ولحنها الموسيقار علي إسماعيل وفضلت فترة طويلة ما تغنيش شريفة فاضل فضلت فترة طويلة ما تغنيش بعدها لحد ما منير مراد أقنعها بالغنى في أغنية وأهم الصبر اللي حست أنها ممكن تكون عكزها في مواصلة الحياة بعد ما تصدمت في ابنها الله يرحمه والله يرحم شريفة فاضل المطربة الكبيرة اللي هنفضل فاكرينها وفاكرين ابنها البطل أحد أبطال أكتوبر 73 بس بخصوص شريفة فاضل وخصوص اليوم العالمي للمرأة بيكون فيه سؤال حوالين اليوم ده هل هو يوم احتفالي ولا صرخة لاكتساب حقوق المرأة لما تجي تشوف مصار العنوين الرئيسية في هذا اليوم اللي هو يعني اليوم العالمي للمرأة بيكون مسيطر على الساحة مش بس في مصر ولكن في العالم كله بيكون مسيطر الحديث عن أوضاع المرأة عن حقوق المرأة عن منجزتها مع سيطرة هذا الخط ممكن تلاقي خط تاني بيتقال كده في الخفاء أو في همهمات البعض حوالين فكرة هل المرأة بشكل عام ما خليتش حقها هل لسه المرأة عندها قدرة على أنها تتجاوز الحقوق اللي اكتسبتها ليه دايما بنتكلم عن حقوق المرأة مش حقوق الرجل أسئلة كتير حوالين إمتى ممكن نخلص من حوار الحديث عن حقوق المرأة ده السؤال اللي مش بطرحه أنا بطرحه بعض المتشددين على السوشال ميديا وبيبدأ تداوله وهو بيقدم لنا حديث وجمل منتزعة من سياقها والحقيقة إنك مثلا لما تشوف بلد بلد زي أفغانستان قبل ما ترجع حركة طالبان للحكم للصورة كانت المرأة بدأت تتلمس مش بس بعض الحقوق لا بعض الإنسانية بعض من الإنسانية لكن مجرد ما رجعت حركة طالبان تاني تلاقي إن المرأة هي أول حد بيسلب منه اللي اكتسبته قبل كده الرجل تمام لكن المرأة مش من حقها تتعلم مش من حقها تمشي مش من حقها تمشي في الشارع بحريتها حقوق كتير بقت مسلوبة مش بس في أفغانستان لا ده في بلد زي لبنان لبنان نفسها اللي كان البعض بيتكلم عن إنه المرأة فيها أوضاعها مختلفة عن بقية بلدان العالم العربي في التعليم في الحرية بدأت بعض الدراسات بتشير إلى إن المرأة ومع الأزمة اللي بيعيشها بلد زي لبنان بقت المرأة اللبنانية بتعيش أوضاع صعبة وبتتكلم الدراسات تحديدا عن المرأة المعيلة والمطلقات وغيرها من فئات أخرى هتلاقي ده في كل مجال ولما تيجي ترجع لسؤال هل فعلت المرأة قادرة على الإنجاز قادرة على التحدي وأنها تقدم شيء يفيد البشرية هتلاقي إنه نموذج زي نموذج السيدة أمال إسماعيل اللي صلتنا عليها الضوء من أربع سنين عن قصتها عن حكايتها مع التعليم والمثابرة ألف مثل ومثل انبسطت جدا الصراحة بتكريمها من يومين من قبل السيدة قرينة السيد الرئيس السيدة انتصار السيسي وطبعا كانت معانا هنا سيدة أمال إسماعيل من حوالي أسبوع هتلاقي في نفس السياق مواقع وقنوات عربية وعالمية بتتكلم عن دحسة مصرية شابة اسمها الدكتورة كلارة عزام قدرت الدكتورة كلارة عزام إنها تعمل مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتطوير العمليات الزراعية القائمة على الكتلة الحيوية في القارة السمراء لتعزيز الاستدامة للاستفادة من المواد الأولية ده مش مجرد بحث ده مش مجرد بحث أو يعني حاجة كده تعملت وترمت في الدرج لا ده فيه تطبيقات وحاجات على أرض الواقع دفعت مؤسسات ومواقع علمية شهيرة دولية إنهم يختاروا الدكتورة كلارة ضمن أهم الباحثين في هذا العام اللي احنا فيه طبعا فيه ألف نموذج ونموذج لسيدات فضليات لا أسسني حتى السيدة البسيطة اللي قادرة إنها تربي أولادها وتطلعهم وتعلمهم بشكل سليم لا نستطيع ولا نملك إلا إن احنا نقول كل سنة وكل امرأة مصرية بشكل خاص وكل نساء العالم بكل خير هيكون لنا وقفة النهاردة مع أكتر من موضوع بخصوص اليوم العالمي للمرأة 8 مارس